السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم استاذ امينا عبدالحسير الضريب. هنتعرف النهاردة ان شاء الله عليك كيفية انشاء صور متحركة باستخدام الذكاء الاصطناعي. يلا بينا? هنترو في جوجل كده زي ما حالتكم شايفين وهنكتب هاجين فيس. هدي الموقع بتاعه. هيبدأ يفتح معنا كده. وهنبدأ نختار هنا طبعا موجود عندي الموديل. وهي النمازج الجهزة اللي احنا هنشتغل عليها. انا مش هنا في الموقع ده ان انا اعمل تسجيل او اشترك او اي حياة طبعا هنا كانوا طبعا وصف الموقع وكان ايه يدفع عليها. طيب هيبدأ اول ما اضغط على الرابط بتاعي الاساسي عندي. هيظهر عندي مجموعة من التوبات او مجموعة من الاوامر. خمس اوامر تجريبا. هنبدأ نشوف يعني الاهم الاوامر اللي عندي انا عاوز اول حاجة اعملها ان انا اعمل صور متحركة. ده الموقع بتاعنا هو بتكلم هنا طبعا على التسائر بتاعه او الافعار لو انا عاوز اشترك. هو فيه اشتراك طبعا انت قلت لي مش هشترك او احنا مش هنشترك فيه. بس انا ممكن ان انت حاببت تشترك. عشان تلاقي الشغل بتاعك بعد كده موجود عادي مفيش مشكلة. هنا عندي دوكس. عندي سبيس. عندي داتا بيز. عندي او نمازج او اللي احنا بنقول عليها تدريب النمازج. انا هنزل كده او برراحة. هلاجي هنا هو ده اللي احنا محتاجين منه. هنا مسلا امر مهم جدا اللي هو شات جي بي تي. بس فيه. هنا ناس بتدقى تقول انا عاوز اعمل شات جي بي تي. طبعا هو عاد متوفر في الدول العربية وكده. بس هنا الموقع ده بيوفره لك مجانا كمان غير ما ان انت تعمل اي تسجيل ولا اي حياة خالص. مجرد ما نضغط كده. هيبدأ يحمل معاين هنا الشات جي بي تي. ابدأ استخدمه لو انت عاوز تستخدمه عندي مش اي مشكلة خالص. هيبدأ يعرضولك ويعرض لك حبة حيات كده يقول لك ايه. انت ممكن تاخد قناع معين في الشات جي بي تي اهوت. اه الاقناعة مكونات اضافية. حيات زي كده. هنا دردشة جديدة لو انت خلصت دردشة واعاوز سامل واحد تانية. طبعا كده كده انت كل مرة هتدخل هتوب بالدردشة جديدة طبعا انت مش سجلت. هنا اهوت. ابدأ اسأله الاسئلة انت عاوزها. هنا بقول لك مرحبا كيف يمكنك مساعدة اليوم. ديات الاولى. فيها عندي كمان الستايل دي. الستايل ديات عبارة عن اداة بتشتغل من خلالها على اللي هي انشاء الموسيقى. كلمات غنائية وموسيقى وتعمل اغنية وكلام من ده. هنا بتوفرها لك. مع ان انت طبعا الحالة دي بتوبها رقمية او الحالة ديات تبع عروف ان هي بالزكاة الاصطناعية. ديات ورصيته. طيب. في هنا عندي انا بتكلم عاوز ان انا عامل صور متحركة. هاخد اللي هي الامر الاولاني اللي هو فيديو. اول امر معي. وهنا هنبدأ ان احنا انشوف الصورة اللي انت عاوز اتخليها صورة متحركة. ايا كانت الصورة عندك على جهاز الكمبيوتر بتاعك. هترفعها للموقع. وهو في وضوان ثواني. هيبدأ ان هو يعمل لك عملية التحويل او بتاعته ان هو يولد لها لك بصور متحركة. هيت معاني هنا. بقول اللي هنا طبعا اعمل ابلود للصورة هنا. بعد نتخلص ابلود للصورة. هتعملها ابلود دي. وممكن كمان ان حالاتك تفتح الكاميرا. سواء انت فتح موبايل باجة جهاز الكمبيوتر. افتح الكاميرا. افتح الكاميرا الامامية ويلطقت لك صورة سابتة. هو يعمل هيلك. او خد كوبي من مسلا اي موقع. كوبي من صورة او من برنامج الورد او الباور وحطها هنا وهي يعملها. هبدأ اعمل تقاط للصورة. لول للصورة. انا اخد مسلا اي صورة من الصور دي. طبعا انا بعد لما باخد الصورة. اول ما باخد الصورة. بابدأ اضغط على جنري. المفروض عشان يعمل التوليد. او ان هو ينشئ لي الصورة المتحركة بتاعتي. يبدأ ينشئها لي ناحياتي. وطبعا هينشئها لي صورة متحركة وهقدر ان انا اعملها وبهنا بعد ما حطينا الصورة في وضع هنا ابلوت. ظهر معنا الرسالة الحامرة. الرسالة الحامرة كانت بتقول لي ان السيرفر مشغول دلوقتي. فمش بيقدر ان هو ايه يشتغل معه. فهنجعد نعمل او نعمل جنريت توليد عشان يعمل. او ندخل في وجه تاني. طيب. لو انا ضغطت وظهرت معنا الرسالة الصفرة. الرسالة الصفرة دي معناها بتقول لحضرتك ان انت واخد ترتيب كزا. او واخد مسلا حيز كزا. فيه جدامك كزا واحد. فاستنى. اول ما يخرج. او واخد مسلا حيز كزا. يجب ان ترتيب كزا. او 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 رسالة الصفرة. شكرا